عباراتنا شتى يا حسين عباراتنا شتى عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير إلى الباب التاسع والثمانين من أبواب كامل الزيارة أقرأ عليكم هذه الرواية الحديث الرابع رواية مهمة جدا وجميلة جدا ونحن نتحدث في آثار وفي صور بعيدة نلمح فيها شيئا من الجمال الحسيني عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول إن لموضع قبر الحسين بن علي حرمة معلومة من عرفها من عرفها واستجار بها أجير من عرفها من عرف حرمة قبره حرمة القابر غير حرمة الحسين هناك فارق كبير إن لموضع قبر الحسين بن علي حرمة معلومة فمن عرفها من عرف هذه الحرمة واستجار بها أجير قلت فصف لي موضعها جعلت في ذاك الموضع الجغرافي قال امسح من موضع قبره اليوم امسح يعني قس من القياس من المساحة قال امسح من موضع قبره اليوم فامسح خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجلي وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه يعني من كل الجهات الحائر الحسيني على مراتب المرتبة الأولى القبر الشريف المرتبة الثانية هذا الموضع الذي تتحدث عنه الرواية وهكذا كلما نبتعد حتى نصل إلى المرتبة الثالثة على بعد فرسخ الفرسخ في زماننا هذا ربما يكون قريبا من خمسة آلاف متر الأبعد الأبعد كما في الرواية خمسة فراسخ فأضرب الفرسخ يصل إلى خمسة آلاف متر يعني خمسة كيلو متر خمس فراسخ يعني خمسة وعشرين كيلو متر هذه حدود الحائر الحسيني بحسب ما جاء في رواياتنا وأحاديثنا لكن الموضع الأهم هو هذا الذي تتحدث عن هذه الرواية نكمل الرواية وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج من قبره ومنه معراج يعرج فيه الملائكة يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء من هنا تأتي خصوصية زوار الحسين إن كان ذلك في الدنيا عند الموت في قبورهم وفي الآخرة فإن أعمالهم يعرج فيها من عند الحسين من عند مركز الدم الإلهي من هناك ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء الذين الذين يزورونه وهم عارفون بحقه من زار الحسين عارفا بحقه ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء فليس ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج هذا هو معراج الأنبياء والملائكة لزيارة الحسين البوابة التي فتحها الحسين من كربلاء إلى السماء فحسين في السماء أكبر منه في الأرض هذه بوابة السماء إنها بوابة الحسين الحسين خصوصياته لا تنتهي باب في الجنة كذا ورد في الأخبار باب في الجنة اسمه باب الحسين ومعراج من كربلاء ها هو هذا معراج الحسين والحسين في السماء أكبر منه في الأرض مثل ما قال جد الحسين محمد صلى الله عليه وآله أصبحنا نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وبعد الفاصل أعود كي أكمل الحديث السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه ورحمة الله وبركاته قبل الفاصل وصل بنا الحديث إلى المعراج الحسيني حين أقول المعراج الحسيني إنني لا أتحدث عن معراج يعرج فيه ومنه الحسين فالحسين ليس محتاجا لمعراج خدمة الحسين هي المعراج معراج فتحه أبو السجاد هذا المعراج الذي ينزل منه الأنبياء من السماء والملائكة العظام أفواج الأنبياء وأفواج الملائكة تتواصل عبر هذا المعراج لزيارة مركز الدم الإلهي في الأرض هنا لحم الحسين هذه كربلاء هنا دماء الحسين والتي رفعت وسكنت في الخلد هنا أرض أبي عبد الله إنها ترعة من ترعي الجنان هذه جنة والد العترة إنها كربلاء وهذا معراجه نحن الترابيون لا نرى ذلك المعراج أما أولئك الذين ينزلون من السماء ينزلون عبر هذا المعراج هذا المعراج افتتحه أبو السجاد لزواره من الأنبياء وعظام الملائكة أليس الملوك وأصحاب الشأن يفرش لهم ويفرشون للملوك وأصحاب الشأن البصاط الأحمر هذا هو البصاط المعراج وعليه لون من دماء حسين هذا هو العبق الفاطمي يفوح من عطر حسين الذي ضمخ هذا الثراء هذه كربلا وهذا حسين بكل عظمته التي لا حدود لها وهذا هو الذي أكبر وأكبر وأكبر من كل تصور في أذهاننا هذا الحسين الذي هو أكبر في السماء منه في الأرض هذا هو معراج الحسين كي ينزل الأنبياء وكي تنزل الملائكة ومن هنا من هذا المعراج يأخذ الملائكة معهم إلى السماء أعمال زوار الحسين فما كان فيها من عيب ينظف في فناء كربلا لا يمكن أن يصعد من المعراج الحسيني شيء قبيح هذا مركز الجمال هنا مصدر الجمال وهنا معدن الجمال وهنا جوهر الجمال وقولوا ما شئتم اللهم إني أسألك من جمالك بأجملي هنا 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 عند حسين من هذا المعراج يعرج بجمال أعمال زوار الحسين لا لجمالهم هم لجمال حسين فما من قبيح إلا وينقلب جمالا ألا نخاطب إمام زماننا أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات هذا هو التجميل عملية التجميل الحسيني هي هي بنفسها تتجلى في عملية التجميل المهدوي مثل ما قلت قبل قليل وفي الحلقات الماضية وأقولها دائما معرفة إمام زماننا فاتحتها معرفة الحسين البوابة من هناك من دون تلك البوابة لن نعرف إمام زماننا هذا هو التجميل المهدوي في زيارة إمامنا الحجة بن الحسن أشهد أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال بولايتك الأعمال لا تحمل صفة القبول بولايتك أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال تزين تجمل تطهر وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات جمال على جمال وتمحى السيئات يزال القبيح هو هو هذا هو معراج حسين هذا المعراج كيف افتتحه أبو عبد الله عندنا زيارة مهمة جدا من زيارات سيد الشهداء وأعتقد أن قليلا من الشيعة يزورون الحسين بها هذا إن زاروه بها زيارة طويلة جدا أتعلمون أطول من الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة موجودة في كامل الزيارات بحسب هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران هذه الزيارة تبدأ من صفحة ميتين وسبعة وثلاثين إلى صفحة ميتين وثمانية وخمسين اثنين وعشرين صفحة والكلمات صغيرة ما هي بكبيرة زيارة مطولة عن إمامنا الصادق يزار بها سيد الشهداء تشتمل على الكثير والكثير من المعلومات والتفاصيل المهمة جدا زيارة معرفية ما هي بزيارة طقوسية وإن كانت مشحونة بالطقوس هذه الزيارة مشحونة بالطقوس ولكنها في الحقيقة زيارة معرفية من الطراز الأول من صفحة ميتين وسبعة وثلاثين إلى صفحة ميتين وثمانية وخمسين زيارة طويلة ماذا نقرأ في هذه الزيارة حينما نسلم على علي الأكبر حينما نسلم على شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقول له بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جر بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جر بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله سيد الشهداء بعد مقتل علي الأكبر ملأ كفه الشريف من دمه الطاهر ورمى به إلى السماء فما سقطت منه قطرة زيارة تتحدث عن هذا المضمون لقد فتح المعراج وعلي هو أول قتيل من آل محمد علي الأكبر هو أول الشهداء فحين جاءه سيد الشهداء ملأ كفه من دمه الطاهر ورمى به إلى السماء لقد فتح المعراج ها هو معراج الأنبياء والملائكة يفتح بدم علي الأكبر بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله إلى محمد هذا المعراج معراج حسيني محمدي حسين مني وأنا من حسين مصداق عملي واضح لقولة رسول الله هناك كلمة قد تكون ليست مشهورة من كلمات النبي أنا من حسين وحسين مني ليس كالكلمة المشهورة حسين مني وأنا من حسين هناك كلمة له أنا من حسين وحسين مني بأبي أنت وأمي الخطاب لعلي الأكبر بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله بأبي أنت وأمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك محترقا عليك قلبه يرفع دمك بكفه إلى أعنان السماء لا ترجع منه قطرة ولا تسكن عليك من أبيك زفرة إلى آخر الزيارة الشريفة الزيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القصة واضحة الحسين يملأ كفه من دماء علي الأكبر ويرمي بها إلى محمد صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله هذا هو معراج رمزه حسين إلى محمد من حسين إلى محمد سلام على دمائك الزاكيات يا أبا الحسن يا ابن الحسين الشهيد سلام على دمائك الزاكيات سلام على دمائك الراقيات من أبيك حسين إلى أبيك محمد صلوات الله وسلام عليهم أجمعين